لا أخف عليكم يا أهل الإسلام أن هناك موازين تنصب يوم القيامة توضع فيها الحسنات والسيئات كل ميزان له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات فتخيل نفسك وأن تواقف أمام الميزان يؤتى بحسنة تسعدك تضع في كفة الحسنات يؤتى ببر الوالدين يسعدك وأنت جالس تنظر ما الذي يوزن؟ الأقوال توزن كيف توزن؟ الله سبحانه يعلم كيف توزن الأقوال توزن الأعمال توزن الأخلاق توزن بل الشخص نفسه يوزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان الأشخاص يوزنون قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة كذلك أخلاق توزن اذكر هذا الوقت يا عبد الله اذكر أنك ستقف ترقب ميزانك ترقب ميزانك بكفتيه كفة الحسنات وكفة السيئات اذكر ذلك جيدا وأن تواقف أمام الميزان تنظر يؤتى بلا إله إلا الله يؤتى بوسط الأرحام يؤتى ببر الوالدين يؤتى يؤتى بالجهاد في سبيل الله يؤتى حج عمرة صدقة صيام صلوات صلات كل حسنات توضع في كفة الحسنات وفي الأخرى السيئات والعياذ بالله غيبة ونميمة أكل أموال الناس بالباطل خمر وسكر وعربدة وقطط طريق على الناس زنا إلى غير ذلك كل ذلك سيوضع فانظر من الآن وارقب ميزانك ارقب ميزانك فسوف تقف تنتظر حسنة واحدة يا رب سقلي حسنة يا رب سقلي أي حسنة عملتها يا رب في دنياي يا رب ارزقني أنت في مأزق كبير في مأزق كبير جدا في مأزق كبير 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 لأن أنت تقف ترى الموازين تثقل حسنة بعد حسنة أو إذا لم يكن لك عمل صالح فالذنوب والجرائم تثقل الصفحة الحذر يا عبد الله فإن الله قال في كتابه الكريم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويل تعالى يا ويل حل يا ويل هذا وقتك هذا أوانك انزل بنا يا ويل هكذا يقولون يدعون عن نفسهم بالويل والثبور والهلاك قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ستجد مثقال الذرة في كفة الحسنات ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ستجد مثقال الذرة التي عملتها في كفة السيئات قال تعالى ما قد سمعتموه ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شين وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين